يبدأ وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين غدا للأحد جولة خميسة بالمنطقة تشمل مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية وأفد بلينكين أنه سيسعى خلال جولته للعمل على سلام دائم في المنطقة بما في ذلك أمن مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء كما سيبحث مقترحا للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل تعليق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة This also underscores one of the many ways in which Putin's aggression against Ukraine has been an abject strategic failure for Russia, how it is in fact